ثم تم شاهد قادرة على قول كل شيء وليس ما هو أقل من هذه الصورة لتجسيد حال التعليم في محافظة الجوف عموما وفي مدينة الحزم عاصمة المحافظة على وجه الخصوص المدرسة التي تمثل نموذجا لباقية مدارس المدينة تعاني من نقص حاد في أكثر من جانب في مقدمتها الكادر التدريسي وانعدامه في القالب نتيجة عدم توفر المستحقات المالية من قبل الجهات المعنية لدينا هناك عجز كبير في القوة القائمة بالتعليم كياب الكتاب المدرسي ورداءة البيئة التعليمية والنقص الحاد في الكادر البشرية الذي يمثل محور العملية التعليمية وعنصرها الرئيس دفع بالسلطات المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة إيجاد حلول بديلة وعاجلة تمثلت في استدعاء جنود من الجيش الوطني من حملة الشهادات العلمية لتغطية العجز في جانب هيئة التدريس بالإضافة إلى مبادرات فردية من قبل بعض الشباب المتطوعين نظرة للعجز القائم في المقالة التربوي والتعليمي تم استدعاءنا لتغطية هذا العجز من الجيش الوطني يستمر تدهور منظومة التعليم في ظل غياب واضح للعمل المؤسسي في محافظة الجوف الضامن لاستمرارية العملية التعليمية بل لعدم وجودها في الأساس كغيرها من الجوانب الأخرى التي كان يتحدث عن حضورها وكفاءتها نظام الرئيس المخلوع حيث يتجل القصور من خلال التخبط الحاصل في المعالجات المقدمة كحلول لهذه الاختلالات والتي تبدو مجرد حلول مؤقتة صعوبات كثيرة تواجه العملية التعليمية تتسبب في إيكافها ما لم توفر حلول جدية وجذرية تضمن دفع أجور الكادر التدريسي وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة خليل الطويل قناة بالكيس من محافظة الجوف شكرا